يوميات الحرب العالمية الأولى كما يسردها المشاركون فيها ألف الأوراق والمستندات والوثائق المتعلقة بهذه الفترة توضح حياتهم اليومية معاركهم وطعامهم وجرحهم كل ذلك كان محفوظا ومخزنا بعيدا لعدة عقود لكنه الآن أصبح متاحا إلكترونيا الأسماء المحفورة على هذا النصب التذكاري ربما تكون الشيء الوحيد الملموس الذي يذكرنا بالحرب العالمية الأولى لذلك تعطي يومياتهم التي أصبحت في متناول الجميع فرصة جيدة لمتابعة ما كان يحدث في هذه الفترة من منظور إنساني كما حكاها من عاشها هؤلاء الطلاب يقرؤون ما ورد في هذه اليوميات ويقومون بربطها بأسماء الأشخاص والأحداث الأمر الذي يؤدي إلى تحسين مستواهم المعرفية كما يؤدي إلى تحسين طريقة البحث على الموقع الأرشيفي يتحدثون عن الإمدادات عن طعامهم عن حروبهم ومما أقرأه يبدو أنهم منزعجون من عدم وصول الإمدادات هذه الأوراق توضح لك ما كان يحدث وراء الكواليس وكيف عاش هؤلاء ومستوى معيشتهم شهود العيان على هذه الحرب فارقوا الحياة لكنهم يعيشون من خلال هذه الأوراق التي كتبوا فيها ملاحظاتهم الأخيرة لتكون شاهدا على كل ما حدث في هذه الفترة شهود العيان على المستوى 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 المست